يهدف المؤتمر إلى الارتقاء بكافة العاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية في محافظة مسندم وتعريفهم بأحدث الدراسات والعلاجات المتوفرة لعلاج السمنة كما يسعى منظمون لنشر الوعي حول أهمية محاربة السمنة للحد من مخاطرها على الفرد وتأثيرها على المجتمع كان لابد من تسليط الضوء على السمنة وما هي خطورة ومضاعفات هذه المشكلة وكيف تؤثر سلبا على حياة الأفراد والمجتمع طبعا أهدافنا كثيرة من خلال هذا المؤتمر أولا هي التوعية والتعزيز الوعي الصحي لدى العاملين الصحيين من أطباء وفنيين وعاملين في المجال الصحي من أجل المزيد من التوعية والمزيد من العمل لتوعية المجتمع والحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أبناء المجتمع المؤتمر الذي تضمن تقديم عدد من أوراق العمل واستهدف مئة من موظفي وموظفات المؤسسات الصحية بمحافظة مسندم وبعض من أفراد المجتمع عرض من خلاله نتائج المسح الصحي الذي أجرته وزارة الصحة عام 2017 والذي قدم عددا من المؤشرات من ضمنها مؤشرات زيادة الوزن والسمنة المفرطة والتي تم تصنفها كمرض وليست كعامل لأمراض أخرى وتفاقم هذا المرض يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى حدوث عدد من المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية طبعا أنا ورقتتي تتحدث عن أنظمة الغذائية أو الحميات الغذائية التي هي للسمنة طبعا بشكل خاطئ تتبع من قبل الكثير شريحة كبيرة من المجتمع وأهمية كبيرة للعاملين الصحيين في هذا المجال أن نعطيهم نقوي معلوماتهم لمحافحة أو الوقوف لجانب المعلومات الخاطئة يعني ضد المعلومات المغلوطة وتصحيحها بالنسبة للمجتمع لأنه في المراكز الصحية والرعاية الصحية الأولية هما دائما في مواجهة مع المجتمع أو مع البرامج الخاطئة الأنظمة الغذائية الخاطئة التي مثلا تتبعها بعض الناس وتسبب لهم طبعا مظاهر صحية كبيرة هما في غناء عنها تشير مؤسسات المسح الصحي إلى تجاوز السمنة نسبة 66% من المشمولين في المسح على مستوى السلطنة كما بلغت نسبة السمنة في محافظة مسندم 45% من العمانيين و48% من الوافدين ممن شملهم المسح الصحي تعد السمنة الشغل الشاغل لمستوى العالم الآن سواء كان ذكورا أو إناسا وفي مختلف المراحل السنية وبالتالي تحتاج دائما إلى التصدي لهذه الظاهرة والوقوف عليها ووضع الحلول المناسبة من ولاية خصب محافظة مسندم نجم بن عبدالله الشحي